قرر تحالف أوبك بلاس خفض إنتاج النفط بنحو 100 ألف برميل يومياً ابتداء من شهر أكتوبر المقبل وفقاً لبيانات صدرت عن الدول المصدرة للنفط وحلفائها اليوم الاثنين ليمحو بذلك الزيادة التي أقرها في شهر سبتمبر الحالية الخطوة التي جاءت مفاجئة تظهر أن التحالف يسعى إلى ضبط السوق العالمي للنفط بعد أن تسبب التعثر الاقتصادي في أطول فترة لانخفاض الأسعار تجاوزت العامين هذا وقال التحالف في تقرير الأربعاء الماضي إنه من المرجح أن تشهد سوق النفط فائضاً أكبر من هذا العام وسط ضغوط ارتفاع تكاليف الطاقة وتشديد السياسة النقدية التي تدفع الطلب على النفط نحو التراجع ويتوقع أن تحقق سوق النفط فائضاً يبلغ 3.1 مليون برميل يومياً في شهر سبتمبر على أن ينخفض إلى 0.6 مليون برميل يومياً في أكتوبر قبل أن يرتفع إلى 1.4 مليون برميل يومياً في شهر نوفمبر القادم